وشعر اهل مدينة اسطنبول جراء وجود مثلا بعض من الازمات بانه هناك حالة من حالات غياب التضامن غياب الاتحاد اختلاف الرؤى اختلاف التوجهات اثرت على اداء بلدية اسطنبول الكبرى لذلك الرئيس اردوغان دفع بمراد كروم واحد من الوجوه الشهيرة في تقديم الخدمات للمواطنين داخل الدولة التركية يعني هو كان مهندس للبيئة كان احد رجال شركة توكي الشركة الحكومية المعروفة بالانشاءات الجيدة والدليل على ذلك ما حدث في الزلزال الذي ضرب الدولة التركية واودى بحياة اكثر من خمسين الف قتيل نتحدث عن انه البنايات التي بنيت من قبل شركة توكي بفضل المولى عز وجل لم تتضرر معظم اهلها من الناجين في هذا الزلزال القوي لذلك نان ثقة المواطن التركي وحتى الولايات التي حدثت فيها هذه الزلازل والهزات البعض منها كان ينتخب المعارضة التركية بعد ان رأوا موقف الحكومة التركية وانهم يدعمونهم لوجه الله ثم من اجل اسم الدولة التركية ثم من اجل خدمة المواطن تبدل الحال وهذه الولايات اصبحت تذهب لمصلحة حزب العدالة والتنمية لذلك هذا الامر كان ملاحظ وبقوة ويتم استغلاله من خلال الدفع بمراد كروم الاجمل ايضا دعم كل قادة حزب العدالة والتنمية لمراد كروم في الوقت راهن اشتركوا في القناة